اتبع النظام السوري وروسيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة سياسة التفاوض وعقد الاتفاقيات المنفاردة لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة ولجأ النظام وروسيا لهذه السياسة بالتوازي مع ضغط عسكري وسياسي يهدف لإجبار المعارضة على الاستسلام خلال الساعات القليلة الماضية وقع اتفاق مصالحة مع النظام في مدينة نوا بمحافظة درعة بعد أن تعرضت المدينة لقصف عنيف أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة نحو 100 أخرين بجروح وهكذا فرضت قوة النظام السوري اتفاق مصالحة على مدينة نوا أكبر معاقل المعارضة السورية المسلحة في محافظة درعة وكالة رويترز أوضحت أن وفد المعارضة المفاوض وافق على إبرام اتفاق مصالحة مع النظام ينص على أن تسلم المعارضة أسلحتها الثقيلة وتتخلى عن تلال تحيط بالمدينة كما نص الاتفاق على أن لا تدخل قوات النظام مدينة نوا سوى لقتال تنظيم الدولة الذي لا يزال موجودا في حوض اليارموك جنوب غربي محافظة وفي محافظة القنيطرة أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان التوصل لاتفاق برعاية روسية يشمل جميع مناطق المحافظة وقال المرصد أنه جرى التوصل لاتفاق يقضي بخروج جميع الرافضين للاتفاق من مقاتلين ومدنيين آخرين إلى الشمال السوري إضافة إلى تسليم السلاح الثقيل والمتوسط على مراحل ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى بلدات وقرى القنيطرة أما في بلدتين كفريا والفوعة المواليتين للنظام والمحاصرتين من قبل فصائل المعارضة المسلحة في ريف محافظة إدلب الشمالي فقد انتهت عمليات إجلاء جميع المدنيين فيهما لتصبح البلدتان خاليتين من المدنيين بعد أن نقل السكان والمقاتلون الموالون للنظام السوري منهما إلى منطقة قريبة يسيطر عليها النظام في محافظة حلب ترجمة نانسي قنقر